السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لحضراتكم جميعا ويا رب كلنا نبقى بخير الحقيقة في موقف النهاردة صادفني وبدأت ألاحظوا كتير واشوفوا كتير إن في قطة كتير من تتربى في البيوت القطة السيامي والقطة الشرازي والقطة الجميلة الحلوة دي كتير قوي من أصحابها اليومين دول بيبتدوا إيه يتخلصوا منها يرميها في الشارع نتيجة بقى إن إيه بدأت أعبقها المالية أو المجهود اللي بتاخده سواء أكل أو شرب أو كل شوية رايح بقى للدكتور البطري أو شعرها بيقع أو بدأ يتبقى فيها حشرات أو أو المهم إنه يبتدي يزهق منها ويقرر إنه يتخلص منها فيقوم يرميها في الشارع وزي ما أنتوا عارفين الباقي يعني هو أنا عايز أسأل حضرتك سؤال أنت قبل ما تفكر أو قبل ما تشتري الحيوان الأليف أو القطة دي تحديداً يعني كان إيه اللي خلاك اشتريتها يعني اشتريتها ليه من الأساس أنت عشان تاخد قرار زي ده يبقى أنت حاجة من اتنين يا إما فعلاً بتحب الحيوان الأليف ده يا إما وطبعاً أكيد طالما بتحب الحيوان ده يبقى أنت عندك استعداد إنك تتحمل مسؤوليته سواء بقى أعبقه المالية الحاجات اللي هو بيحتاجها أكل شرب حمى ما كان ينام فيه ما كان يعمل حمام فيه ما ده مسؤوليتكم والمسؤوليت مين طيب أنت ما سألتش نفسك سواء قبل ما تشتريه أنت فعلاً مستعد للكلام ده أو لا لا ما أنت غالباً دافع فيه فلوس خصوصاً الواحد حتى بيشوف نوعيات غالية جداً مرمية في الشارع أو واحد ما عندوش فكرة أو حابب يجرب الفكرة يعني لو أنت مش الشخص اللي حابب فواحد ما عندوش فكرة أو حابب يجرب الفكرة فسواء كنت الشخص الأولاني سواء كنت الشخص التاني زادت أعبقها المالية عليك والاهتمامات بتاعتها عليك ما ترمياش في الشارع شوف حد تاني حابب أو عنده اهتمامات بالموضوع وادهاله وادهاله على سبيل الهدية وهيفرح بيها وهتبقى حاجة جميلة لكن أن أنت ترميه في الشارع في الجو الساعة اللي موجود ده حرام عليك الحيوان ده وتحديداً القطط اللي هي البيتي اللي هي السيامي والشرازي والنوعيات دي هي أصلاً من ساعة ما تولدت هي معتمدة عليك أنت كشخص في أكلها وشربها ونمها ورعايتها وكل الكلام ده كله فجأة كده حراك رامتها في الشارع أنت متخيل إيه يعني دي لها تعرف تأكل من زبالة ولا هتعرف تجيب أكلها ولا شربها ولا هتعرف حتى تتعايش مع القطط اللي في الشارع ولا الكلاب اللي في الشارع أنا لسه شايف منظر من أيام بسيطة والله قطة في منتهى الجمال متقطعة حرفياً متقطعة طب كان صاحبها ده وهو بيشتري وتمانها مايقلش عن خمسمائة ستمائة جنيه كان صاحبها ده وهو بيرميها كان فين لسه من شوية شايف مجموعة قطط يعني ده رميها بولدتها تقريباً تمام؟ رميها وعيالها قطط لسه نونو والله قطة عن ده اتيكيت يعني بتطلب الأكل ما بتخطفوش وما تعرفش تروح نحية زبالة ولا تعرف تروح هنا ولا هنا وبتستنك تحط لها الأكل أم منأمسة لكم يا جماعة أم منأمسة لكم فحضرتك قبل ما يعني تفكر ان انت تجيب انا بقول له قبل ما تشتري الحيوان الأليف الحيوان ده مسئوليتك مسئولية كاملة أكله شربه تطعيماته علاجه سكنه لو هتجوزه بعد كده اذا كانت زكر او انسة لازم انت انت مسئول عنها مسئولية كاملة العناية بالشعر العناية بالجلد عشان الحشرات والطفاليات جرعة الددان الكلام ده كله ده ده اساسيات مكان تباد فيه مكان تتعرفها تخش الحمام ازاي بيجيبولها دلوقتي الرمل اللي بيجيبوه للقطط في المكان اللي بتبايت فيه الموضوع عشان تاخد القرار الموضوع عايز مصروف لازم يبقى عندك استعداد تصرف عليه الحاجة التانية الموضوع عايز اهتمام حضرتك عندك طولة بال عندك وقت عندك فراغ يسع الموضوع ده اهلا وسلم ما عندكش ما تعملش ده ما تعملش ده اصلا تمام طيب حضرتك عندك الحيوان فعلا بس انت زهقت اتزنقت في المصروف اللي بتصرفه القطة اديها الحد ياخد باله منها يعني مترمقاش في الشهر هتلاقي حواليك الف واحد يفرح بيها كهدية انا عندي حيوان قطة سيامي قطة شرازي ايا كان اللي عندك وعايزة دهالك تاخد بالك منه ايه المشكلة يعني يا سيدي لا عايز كده ولا عايز كده حطها في مكان ام منها وروح بص عليها من وقت الاتاني حطولها اكلها وشربها الحيوان ده ما بيعرفش يتعامل في الشارع لازم تبقى فاهم كده فالكلام على سبيل الفتفضة وبعيد خالص عن المجال والتخصص لكن الموضوع بصراحة انا لسه المشهد اللي شايفوه من شوية مؤسر ده واحد رميها بالولدة بتاعتها اللي طب انت جبتها ليه؟ يعني فرجاءا يعني ده للتذكرة ايه اللي حابب يا جماعة يقتني الحاجة دي تيعرف يديها حقه وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة